من داخل استاد السويس الجديد تحياتي اليك زمير عزيز كابتن كريم خطاب تحياتي لكل مشاهدي on time sports في كل مكان نحن الآن على اعتاب مباراة قوية بين فريقين طلاع الجيش وفريق القناة هنا من ملعب استاد السويس ضمن مباراة كاس مصر نبدأ بأخبار فريق طلاع الجيش اللي بيأمل لتحقيق إنجاز الموسم الماضي بالوصول للنهائي كاس مصر زي ما عمل السنة اللي فاتت بالوصول للنهائي أمام النادي الأهلي وخسر النهائي بضربات الترجيح عشان كده كابتن عبد الحميد باسيوني حاولوا أن يقعد مع اللعبة ويزود طموحهم أن هم يقرروا نفس الإنجاز وعشان كمان يعوضوا تزبزب النتائج في مباراة الدوري الممتاز النهاردة طلاق الجيش هيستعيد القوة الضربة بتاعته هيستعيد جهود كل من أحمد سمير ومحمد ناصب بعد غيابه معان مباراة سموحة الماضية للإيقاف طبعا اللي انتهت بالتعادل الإيجابي كمان النهاردة كابتن عبد الحميد باسيوني هيعود لقيادة الفريق من على دكة البودلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا كان كابتن عبد الحميد أدار مباراة سموحة اللي فاتت من المدرجات لأنه كان عمل المسحة الطبية بتاعته الكورونا من بشكل فرد بعيد عن الفريق عشان كده فضل أنه هو يكون موجود في المدرجات لكن بعد كده عمل المسحة والحمد لله طلعت سالبي عشان النهاردة كابتن عبد الحميد باسيوني هيعود لقيادة الفريق من دكة البودلاء كمان النهاردة هيغيب عن فريق طلاعي الجيش العيبة مهمة جدا وعناصر قوي جدا في الفريق زي عمر جمال وناصر منسي وخالد سطوحي وعمر السيسي لحصولهم على انظار ثالث وبالتالي كابتن عبد الحميد باسيوني هيواجه تحدي كبير جدا خاصة في مركز الهجوم النهاردة نظرة لغياب عمر جمال المهاجم المخضرم للفريق من خلال التدريب الاخير لفريق طلاعي الجيش واضح كده انه هيعتمد على التشكيل المكون من محمد باسام لحراسة المرمى رباعي خط الظهر علي الفيل واحمد علاء ومحمد ناصف واحمد السامير اللي هيرجع النهاردة كمان رباعي خط الوسط هيكون فرانك ستيفن واسلام محارب ومحمد شحاتة ومهند لاشين امامهم السنية الهجومي احمد هاني وعمر ملع اللي هيبدأ النهاردة المباراة وهيلعب 90 دقيقة كاملة على الجانب الاخر فريق القناة اللي عنده طموح كبير جدا انه يحقق نفس المفاجأة اللي عملها فيترو جيت او كوكاكولا بيقصاء اندية الدوري الممتاز من كاس مصرو بالتالي هو طموح مشروع لكل اندية الكسم التاني والتالت بيقود الفريق النهاردة كابتن محمد صلاح كمدير فني نجمة الزمالك الصابق والمدير الفني للزمالك الصابق اللي بيسعى للتحقيق مفاجأة وده بان من خلال محاضراته الفنية والنفسية مع لعبي القناة ان هم يعملوا مباراة قوية النهاردة القناة النهاردة هيحاول انه يستغل ان لعبته قعدت تسع تيام راحة بدون لعب اي مباريات في دوري القسمة التاني الممتاز به كان اخر مباراة لعبها فريق القناة كانت امام فريق الترسانة المتصدر لمجموعة القناة في الدوري الممتاز به في رسيد 23 نقطة تعدل معها صفر صفر الاثنين قبل الماضي ومن بعدها القناة لم يلعب اي مباراة عشان كده بيحاولوا ان هم يستغلوا ان اللعيبة كلها الريكوفر فريش واللعيبة مريحة بقى لها فترة كبيرة القناة وصل لهذا الدور بعد الفوز على الوليمبي بالاسكندرية واحد صفر ثم فاز على المريخ بدربات الجزاء القناة مبايت هنا في السويس من امبارح في احد القناة الفنادق القريبة من استاد السويس الحقيقة استاد السويس مازال بيتقلق ويتزان في كل المباراة الحقيقة بالرغم من انخفاض درجات الحرارة بالرغم من العواصف الترباش ده جدا اللي بتضرب السويس وكل محافظات مصر خلال هذه الايام الحقيقة النهاردة شايفين انه محمود عثمان مدير استاد السويس الحقيقة امر بيرش النجيلة بعناصر تدفئة الملعب عشان كده النهاردة مش هنشوف النجيلة فيها حتة صفرة او النجيلة مسفرة زي ما بنشوفها دائما في الاجواء المنخفضة الحرارة النهاردة استاد السويس بيزال مازال متقلق كمان بقى الموقع الجغرافي الاستاد السويس اللي دايما بيكون مبهر لكل الحاضرين الحقيقة انه بيطل على البحر الاحمر هناك حالة استنفار امني في مداخل وخارج استاد السويس الجديد النهاردة لان المباراة بالتأكيد هتلعب بدون جمهور الفائز من مباراة اليوم هيلاقي في الدور المقبل نادي المصري زميل العزيز كريم خطاب دي كانت كل الاجواء والكواليس الموجودة هنا في مباراة طلاع الجيش وفريق القناة ضمن مباراة كاس مصر من ملعب استاد السويس الجديد بالتأكيد اللي عودة اليك كريم تفضل